شن الطائرات حربية فرنسية الجمعة غارات على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق لتصبح فرنسا أول بلد ينضم إلى حملة الضربات الجوية الأمريكية ضد الجهاديين المسيطرين على مناطق شاسعة في العراق وسوريا حيث استهدفت طائرات رفال مستودعا لوجستيا لإرهابي تنظيم داعش في شمال شرقي العراق بحسب ما أعلنت رئاسة الفرنسية وأضاف قصر الإليزي في بيان تمت إصابة الهدف وتدميره بشكل كامل كما أوضح مصدر عسكري فرنسي أن المستودع يحوي كميات كبيرة من الذخيرة والعربات العسكرية واختياطي الوقود وقد قامت طائرات رفال بطلعات استكشفية فوق العراق في الأيام الأخيرة انتلاقا من قاعدة الضفر الجوية في الإمارات العربية المتحدة ورغم اتخاذ القرار حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بأن بلاده لن ترسل قوات على الأرض ولن تقوم بعمليات سوى في العراق مميزا بذلك موقفه عن الاستراتيجية الأمريكية التي تنص علش النغارات على معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا أيضا وأشهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بقرار فرنسا القيام بضربات جوية في العراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية مشيرا إلى الدور الذي يلعبه هذا الشريك الصلب شكرا شكرا شكرا